اشتركوا في القناة مع اول الامتار في عمر المسافة المعلنة بالخمسة كيلو مترات نرحب بهذا الشوت ونرحب ايضا بهذا الشعار البنفسجي الذي سجل حضورة مبكرا على الصدارة مع كفو حمد بن سعد بن محمد بن قذل الحبابي الذي يقدم لنا كفو بالمركز الاول في اول المراكز اما المركز الثاني رمز وسالم بن محمد بطبيعة الاشتبي النقلة التالية الى المركز الثالث وخطاف بن سلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم بالمركز الثالث اما المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع الغادم هذا مرموق وحميد بن سيف بن حميدان الفلاسي منه يقدم لنا مرموق رابعا والمركز الخامس المركز الخامس هذا شعار عيسى بن مبارك بن حرسوس المنصوري يقدم لنا الشبابي اما المركز السادس المركز السادس المستشار لسيف بن جعمر بن سهيل بن مرخان على المركز السادس اما المركز السابع نشوف السابع المراكز هذا الغادم معرف وعمر بن سيف المر بن محمد النعيمي اما المركز السابع المركز السابع يتقدم الآن دينار عبدالله بن عبيد بن سعيد بن حميدان والمركز الثامن عندك يا بل كوس عندك يا راعي يا ريام عندك يا راعي يا ريام المركز الثامن اللي هو مباشر سعيد بن عيد بالكوس الفلاسي والمركز التاسع هذا الشعار الاخضر بالابيض اللي هو الشادلي وراشد بن محمد بن عامر العمري نختم إذا عثنا بالمركز العاشر كيف وعبيد بن حمد بن علي بن عبيد الغفلي هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والمندفعة في هذا المسار وفي هذا التحدي الله من غير رمز اللي غير على المركز الأول غير من سمع الزقرة وروح إزاغي بارد الكوس وروح على الصدارة بشعار سالم بن محمد بطبيعة الاستبياء أما المتابعة من المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني أبوينك يا المركز الثاني هذا نتأكد من رقم المركز الثاني نايف نشوفه ونعطي كل ذي حقا حق هذا اللي هو المستشار المستشار الذي بالمركز الثاني وسيف بن جعبر بن مرخان أما المركز الثالث 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 هذا بمر بسيط اللي هو خطاف وابسلم بن علي بن دري المنصوري أما المركز الرابع عندك يا بن حرسوس عندك أيضا كم المستشار عندنا في هذا الشوط الله يعيننا في هذا الشوط المستشار أيضاً البنحرسوس أبو محمد غادم مع الشبابي العيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد الحرسوس المنصوري الذي يتقدم على المركز الرابع والمركز الخامس وين لعنا المركز الخامس وين لعنا المركز الخامس نشوف الله على المركز الخامس هذا يفل يفل كفو حمد بن سعد بن محمد بن قذلة لأحبابي وبقية المراكز وين عنا بعيد المنقطعات للذيب المنقطعات للذيب خلنا جدام الروح خلنا الروح عند الذياب اللي في المقدمة عند الذياب اللي في المقدمة الله رمز رمز وعنده المستشار رمز في الضبيعة ومستشار بن مرخان بن جعفر بن جعفر ينافس في الضبيعة على المركز الأول وبدأ يطوب وبدأ يعدي وبدأ يروح وبدأ أيضا يتصدر المجموعة في هذه المسافة المتبقية 2 كيلو قطعنا 3 كيلو مترات وتبقى 2 كيلو متر نتأخر قليلا ينايف ونشوف المركز الثالث نشوف المركز الثالث المركز الثالث مين خطاف 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 عندنا كمبيوتر لهباب عندنا كمبيوتر لهباب يخبرنا عبدالله بن محمد الرضا هذا الولد الناشي في هواية ومهنة هذه الهجن يتقدم الآن بالمركز الثالث اللي هو عندنا خطاف مسلم بن علي بن دري المنصوري بن دري بن دري بد نتكلم عنه بعد ما يأخذ المركز الأول هو هاجم 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 وينك يا راعي المركز الرابع المركز الرابع عندناك أفو حمد بن قذله الأحبابي يتقدم بالمركز الرابع والمركز الخامس المركز الخامس عندك يا راعي كيف عبيد بن حمد بن علي بن عبيد الغفري أما المركز السادس المركز السادس عندك يا بن معدن عندك يا بن معدن المركز السادس الزعيم الزعيم العلي بن عبدالله بن معدن والمركز السابع هذا اللي هوه الدينار عبدالله بن عبيد بن سعيد بن حميدان وهناك أيضا يأتينا راعي سيّف وسالم بن عتيج بن عليم القوم روح يا نايف خلاص خلاص نكتفي تتجاوزنا القانون تتجاوزنا القانون مسموحنا للليل الخمسة في هذه المسافة مسموحنا للليل الخمسة نذيع من قادر لوحة الكيلوين هذا هو هذا هو المستشار هذا هو المستشار اللي بده يرسله ياخذ الأنظار ياخذ الأنظار ويروح ويروح بشعار سيف جعبر بن سهيل بن مرخان الاشتبيع القادم من الذيد القادم من ميدان الذيد والعصانايمة في الأبطان العصانايمة في الأبطان رمز بالمركز الثاني وسالم بن محمد بالطبيعة يتقدم بالمركز الثاني يلا يا الأحباب المنصوري يلا يا المنصوري حرك حرك يا راعي خطاف مسلم بن علي بن دري المنصوري أظني أنه بيخطف خطاف أظن أنه يخطف خطاب مثل ما خطف في المهرجان في المهرجان الرموز سنال على شرف الرمز والمركز الأول وهذا هو الآن ولكن رمز بطبيعة رمز بطبيعة بدأ يرمز رميز بدأ يرمز رميز ويتقدم ويتقدم إلى المركز الأول ولكن هنا خطاب 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 هناك الرابع الزعيم الثالث بن معدن واصل مع الزعيم بن معدن واصل مع الزعيم ومن يتابع أيضا الشعار القادم الأزرق هذا أشوفه من على بعد يا عبد الله بن دليوي هاجم بن دليوي قادم بن دليوي واصل راعي الأطرش راعي الأطرش وين هذا ما ذعنابه من وين هذا ما ذعنابه لو نعرف أن الأطرش موجود ما رشحنا عليه ما رشحنا عليه متعود علي مويل ما سبق بن شدو مراكز زهلوايل سيلة حر ندعو سلام يا راعي سلام راشد بن سعيد بن سيلة بندريوي المركز الثاني رمز البطبيعة المركز الثالث عندك يا بندريي المنصوري المركز الرابع عند بن معدن والمركز الخامس المستشار عند بن جعفر بن مرخان هذه النتيجة مشاهدين متابعين الأعزاء للخمسة المراكز الأولى والتوقيت الزمني الذي تسجل في هذا الشوط سبع دقائق وخمسين ثانية سبع دقائق وخمسين ثانية تهانينا تهانينا والناموس تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن سيلة بندريوي انهني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار